حيث استعرضت جلسة عمل عقدة بعدن أولويات التدخلات والمشاريع لمديرية صيرة والتي تم إعدادها من قبل عدد من المهندسين المتطوعين بإشراف السلطة المحلية في المديرية وتضمن العرض دراسات وتصاميم لسبعة مشاريع شاملة تدخل في رياض الأطفال والمدارس لتحسين بيئة العمل وإعادة تأهيل ساحة منارة عدن وساحة البنوك وجولة الفل وحديقة الصهاري وسور مقبرة القطيع وأصالت كمال الأجسام بنادي التلال مع شرح لأهمية هذه المشاريع للمديرية وخلال الجلسة أشهد محافظ عدن أحمد لملس بالجهود التي بوزلت لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشاريع وتدخلات التي جرى عرضها والتي تتناسب مع تاريخ وأهمية عدن وترتقي إلى مستوى طموحات السلطة المحلية في بناء وتنمية عدن لافتا إلى أنه سيتم إدراج عدد من هذه المشاريع في البرامج الاستثمارية للمحافظة بدوره أوضح مدير عام المديرية إبراهيم منيعم أن المشاريع التي تم عرضها اليوم تمثل خلاصة عمل وجهد استمر شهرين كاملين وبمشاركة 33 مهندسا ومهندسة من أبناء المديرية داعيا المنظمات الدولية والمحلية إلى تبني ودعم هذه المشاريع وخاصة المشاريع التي تسهم في إعادة البنية التحتية للمديرية وفي ختام الجلسة جرى تكريم الفريق الفني والهندسي الذي أنجز مصفوفة التدخلات والمشاريع التي جرى عرضها